السلام عليكم. معكم اخوكم السيد علي من اسماعيلية مصر. ان شاء الله النهاردة هنشرح حاجة جديدة في السواري. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يتقبلها. اولا في ناحية التانية احنا غير مسؤولين شرعا عن طريقة لبسه. تلبسه في البيت ماشي. تلبسه الجزهة ماشي. تلبسه في آآ زمرة نساء ماشي. غير كده فاحنا غير مسؤولين امام الله شرعا عن طريق لبس فستان الصهر. نهاردة ان شاء الله هنشرح حاجة جديدة في فستان الصهر وتعتبر مهمة جدا. تعرفين يا جماعة لما تيجي تشوفه خاصة لما تشوفه عرض ازياء او تشوفه مصممين الازياء ولما تيجي اعملوا عرض ازياء ولا حاجة. وخاصة الناس اللي بيعملوا بطرون تحسوا ان هما الفستان مزبوط بدرجة خطيرة جدا. يعني مزبوط على جسمها بدرجة جمدة جدا. صعب اول ما كانت ادخال الواحد فستان يبقى لابس على جسمها بالطريقة دي. ومحتاج رسمة الملكان ومحتاج حاجات كتير وكنا احنا شرحناها قبل كده وقمنا عليها الملاجم. لكن النهاردة ان شاء الله هنقول لكم ازاي تقدروا تخلو الفستان مصطرة كده ومفيش فيه اي زيادات او فيه اي حاجة. حركة دي بيعملوها بسيطة قوي. وليها علم بسيط خالص. واسأل الله العزيم رب العرش العظيم ان هو يتقبل. هم بيعملوا البطرون عادي جدا زي ما احنا بنعمله. بس ما بيعملوش بنس. شوفوا مع ان السستان ماسر على الجسم كويس جدا لكن ما بيعملوش بنس. وهشرح لكم وبيعملو ازاي? هم بيشرحوا بيعملو حركة اسمها طريق الورد. فستين معمولة بالورد. يعني لو احنا جيبنا قماش طبعا هردى نشرحها باستفادة انا كنت شرحتها قبل كده. لو احنا جيبنا حتة قماش زي كده. ولينالها مطة بالطور او مطة بالعرض. لو احنا جيبنا المطة بالورد هنلاقيها اسهل بكتير واخف. حتى لو القماشة دي ما بتمطش. يعني احنا لو افترضنا مسلا ان دي قماشة جنس مثلا دي كده. كده ما بتمطش خالص. وكده برضو مطة فيها ايه خفيفة. لكن لو عملناها بالورد كده. هنلاها بتمط زي السستة. هم بقى بيستغلوا الفاكرة دي. وهم هي بلوها بالوقت. طبعا احنا هنا في مصر بفيه مقص صدرات كتيرة بيعملوا ايه بقى? بروحهم جايبين خطور. في العرض كده. ويخلوه هو العجل بتاعنا. بروحهم قصينا عليه مسلا تستان. في ناس بتعملها عبادات دلوقت. بروحهم قصينا عليه تستان كده هم. انا جبتلكم بس ننزل الفتان كده شكل. مادة عشان هشرح لكم عليه. ويروحهم حطين ورسمين. بس ياشترت ان هو عشان يعرف يعمل الطريقة دي لازم نيسم القماشة طول في عرض. نارضة ان شاء الله نشرحها الطريقة اسهل. احنا بنسيب القماش زي ما هو قاله. كده طول النسيق وده عرض النسيق. ويبقى لعبة الوربة هتلاقي في البطرون. سواق في كم. او في الفستان او في اي حاجة. يعني مسلا هنفرض ان ده كم ودي القماشة. انا عايز بس ايه? هنجيب قماش عشان تبقى العملية اوضح. والرؤية اوضح. يعني هنجيب قماش. ونحطه على البرسل كده. ده عشان اقدر ازبط الوربة بتاعه بالضبط. ده اجيب طول 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 فعر. ده قد بعد واقسمه كده. واجيب الوربة بتاعته. كل التارزية تقريبا او كل الوضل المقص درات بيعملوها كده يا. بيعملوا الحركة دي لو هم عايزين يشتغل برض. لكن هي اصلا في الحقيقة بتتعمل البطالية التانية. لك انت بتحط القماش على عدل وخالص. وبتزبطه قدام منك. وابتلعبش في القماش خالص. يفتلعب بس في البطرون. البطرون ليه الخط بتاعه المنتصف اللي وارد خط القايم اللي بيتقسم عليه ده. واللي احنا بنفتحه ونحط عليه البطرون عادي. فهيدي البطرون بتحط بطول القماش زي ما احنا حطنا وده عرض القماش. طيب. انا مفروض اعمل ايه بقى في البطرون ده عشان اطلع وارد. زي ما احنا قولنا ان الورد بيخلي الفستان يبقى زي السوست عالجسم. فبيجيب كل التفاصيل بمنتهى السهولة. ويجسم بمنتهى السهولة. هل زي ما بتشوفوا عرضات الازياء وتشوفوا الحاجات دي تلاقي الفستان لازق بطالية جميلة جدا خاصة اللي واحنا عملنا اللي قماش بالورد. احنا نعمل ايه بقى? احنا بنجيب البطرون ونحطه ونجيب مسلس. المسلس ده اسمه مسلس ارستو. ده بيبقى طول وقد عرض. نفس حرق نفس فكرة الورد. بحطه ماشي مع الخط. يعني انتم شايفين الخط المستقيم ده. اللي هو الزوء القايمة دي. لو احنا افترضنا مسلا. ان ده الخط القايمة هو بتاعنا. ده الخط القايمة بتاعنا بحط عليه البطرون. بحط عليه المسلس. في اي مكان. واخد عليه ده المسلس ده قلنا طوله زي عرضه اللي هي زاوية اسمها زاوية خمسة واربعين درجة. يبقى الفكرة ان انا عايز اعمل زاوية خمسة واربعين درجة على الخط القائم ده. يبقى انا هعمل زاوية خمسة واربعين درجة على الخط ده بزاوية ميل كده. كده بقى انا عملتها على المسلس وبعد ما عملت الخط بروح انا مكمل عليها. وارجع تاني على نفس المكان. واعمل خطين كمان. تلات خطوط. مش مشكلة انا. طيب عندي خط. ده انا بعمله في البطرول ما بعملوش عضو ماشي خالص. فبقى عندي تلات خطوط بزاوية ميل خمسة واربعين درجة بالزبط. بعكس عليهم. بعكس عليهم الزاوية بتاعتهم اللي هو زاوية قايمة يبقى التاني عليه زاوية قايمة برضو هروح انا اعمل الخط كده. يبقى انا عملت كمان زاوية خمسة واربعين درجة عكس التانية يبقى هما دي دية على دي قايمة. سواني بقى عشان ايه? دوة. على دوت قايمة. يعني هما الاثنين زاوية قايمة مع بعض. ده بقى اللي بقى زاوية خمسة واربعين قصادهم. مع ان هو ده الاساس اللي قايم. فعملنا كم خط دلوقتي? برضو عملنا على ده زاوية قايمة. كده يبقى احنا عملنا على البطرون زاوية خمسة واربعين درجة. يعني هول لو انا حطيت البطرون عدل هلاقي خمسة واربعين للاتجاه ده وخمسة واربعين للاتجاه ده. طيب ليه انا عملت كده في البطرون? علشان لما اجي افرض القماش قدامي هيبقى خط النسيج بتاعي القماش طول وعرض. طول وعرض خط النسيج بتاعي. المفروض ان انا بحط عليه البطرون? على طول القماش. لأ. هيجي بقى عندنا حاجة جديدة وهنسميها اتجاه القماش اللي هي الخطوط الجديدة اللي احنا عملناها. اللي هي بدوة خمسة واربعين هنقول اتجاه القماش. اتجاه القماش. والخط التاني برضو نفس النظام اتجاه القماش. نعملي بقى في السعريق. هنحط البطرون كده. لأ. استعجي لأ. هنبقى عندنا خطوط جديدة هي اتجاه القماش. يعني شايفين الخط ده? هنعدل عليه البطرون كده. يبقى احنا قلنا النسيج كده ماشي طول في القماش اهو. ماشي طول في عرض. احنا بقى هنمشي على الخط الجديد اللي هو ده. ونعدله كده مع النسيج. ونعمل الخط التاني اللي هو القايم عليه مع النسيج. فاحنا عملنا اتجاهين. يا اما حبينا نزبط البطرون كده. طيب احنا لما عملنا كده على البطرون ايه اللي حصل? استغنينا على موضوع ان احنا نقسم القماش كده جماعة. استغنينا عنها بس ليه? عشان لما نيجي نفرش مثلا كمية عادي نفرش تلاتين فستان اربعين فستان عشان نقعد نطبق تلاتين اربعين فستان بزاوية. ليه هنطبق القماش عادي بعد ليته على عادي ويتفرد عادي وكل حال. لكن لما اجي اقف لما اجي اقف ماشي هحط الورقة على الخط الجديد اللي احنا عملناه اللي هو اتجاه القماش. يبقى الخط الاولاني دك لها والخطوط الجديدة دي اللي اتحطت عليها فانا بزبط عليها البطرون. يا اما كده مع الخط اتجاه القماش يا اما كده مع الخط التاني. وفي نفس الوقت زاوية خمسة واربعين درجة دي هتطلع البطرون مزبوط كل زاوية مزبوطة بايه بزاوية خمسة واربعين درجة بالزبط. نفس الفكرة في موضوع القم. القم بيتحطي كده على قماش على عدله. لا طبعا احنا مش هنعمل القم كده. طبعا احنا هنعمل القم برضو نفس الفكرة. الخط القايم بتاعنا. اللي هو الاساس اللي احنا بنشتغل عليه. وهنغير اللون. وهتقول على الخط الجديد ده ايه? اللي هو ميل دوت بزاوية خمسة واربعين درجة. اتجاه القماش. ونروح راجعين تاني. بدل ما نحط القم بتاعنا بطريقة العدلة بتاعتنا بتاعت كل مرة. لأ هننشع على الخط الجديد ونقضي له. هنخلي الخط هو اللي ماشي مع الاتجاه القماش يوم القم يتحول لزاوية خمسة واربعين. فلان انا استفدت ايه من الحتة دي? استفدت ان انا استغليت نسبة مطة جنب ده في الفستان. فانا لو حبيت ان انا لبسه الواحدة عارضة ازياء او اي حاجة حتى لو جسمها مش مزبوط بيلزق في جل جسمها. وهو ببقى فيه نسبة مطة حتى لو انا كنت غلطان في الماس. يعني حتى لو انا عملت الماس اضغر سنة او في اي حاجة السستة بتاعت المطة ديت بتروح جايبة التكسيمة كله. فتلاقي عارضة في الازياء لما بتمشي ما بيبانشي تكسير في الفستان وفي نفس الوقت جايب التكسيمة حلو جدا عليها. طيب اللي احنا عملنا ده في السر طبعا هنعملو فضة. فلو احنا رسمنا البترون ده كده بالاتجاه التاني هنيجي نعمل البترون برضو بالعكس بتاعه فضة. طبعا انا لو حولت ان ما عملكوا البترون على حجم الطبيعة هنا في المكان في المحل. لا يمكن طبعا هتفهموا اللي انا عايز اولي. لكن انا بشرحه بالطريقة دي عشان الطريقة دي اسهل واوضح. ان انا بمشي على الاتجاه الجديد اللي هو اتجاه زاوة خمسة واربعين ما بمشيش على الاتجاه ده. فقدر من خلاله ان انا ده حط البترون بتاعي مرتاح في اي مكان انا عايزه. وهيكون كمان بقدر عشق القماش بطريقة حلوة لان انا لما بزبط الخط ده كده بزبط على الخط بتاعي ما بزبطش على دي ايه? على الميل الفستان. بزبط على الخطوط فقدر احرك البترون شمال وينين. ووفر قماش زي ما انا عايز. اما الطريقة الاولانية اللي هي انك انت بتقلم القماش كده تخلي طول في عرض. ما بقدرش اوفر قماش لان انا بحط البترون على عدله كده هوا. وده بيستهلك قماش اكتر بكتير. فتعتبر زاوية خمسة واربعين درجة اللي هي زاوية الورب. طريقة جميلة جدا في انك انت كده انا مشيت على الخط الاساسي لما انا حطيت البترون كده. لو انا عايز اقلبه وارب ده راح انا عامله كده وامشي على الخط الجديد. معلومة الورب ما بيتعملوش بنس. بيتعملو تكسين جامد مرة واحدة. وما بيبانش فيه. طبعا فيه غلطتين في الورب في التفصيل في البترون وهي بتعمل بتباوز الموديل الخالص. ان شاء الله نحسة الجاية نشرحها لان اللي هيعمل الورب. ويغلق الغلطتين دول ان شاء الله هيشرب القماش. ان شاء الله نشرحه من حسة الجاية اسأل الله العزيم رب العشر العزيم امياتك.